12 عاما مرت على انطلاق المقاومة الشعبية للجدار والاستيطان في قرية بلعين غرب مدينة رمالة المحتلة وأهالي القرية والنشطاء ما زالوا يواصلون الخروج كل يوم جمعة للمطالبة باستعادة أرضهم التي صادرها الاحتلال الإسرائيلي المزيد في التقرير التالي في الذكرى الثانية عشر لانطلاق المقاومة الشعبية في قرية بلعين ناكدت القرية الوقعة إلى الغرب من مدينة رمالة المحتلة على استمرارية نهجها في مقاومتها للإستيطان الذي يلتهم أراضيها والجدار الممتدة على مساحة شاسعة من ترابها الفلسطيني لكل مرحلة الشكل المواتي الشكل المناسب خلال هذه المرحلة تحديدا الذي يصرخ الشعب الفلسطيني بها يا وحدنا والأمة لديها أولويات أخرى من أجل ذلك الخيار المقاومة الشعبية هو الخيار المواسي المواتي والمناسب الآن ولا شك على الإطلاق بأن هذا الخيار حقق الكثير من الإنجازات هنا في بلعين اليوم لنا كلمة واضحة بعد هذا الصلف الإسرائيلي بعد هذا الموقف الإسرائيلي الواضح جدا الذي يدفن حل الدولة الفلسطينية جئنا لنقول في هذا الجمع لا سنكسر نتنياهو في هذه القضية عبر كل الوسائل عبر كل المقاومة الشعبية والمقاطعة وكل الوسائل المتاحة هذا النهج الذي حقق الكثير للقرية ومواطنيها ممن استطاعوا إعادة الجدار إلى الوراء مئات لمتار مستعدين مساحة كبيرة من الأراضي التي كانت مصادرة بدعوى وقوعها خلف جدار ضم والتوسع فيما كانت نية الإسرائيلية ضمها لمستوطنة كريات سيفر المقامة على أراضي الفلسطينيين من سكان القرية أنجزنا في إزالة مصاري الجدار القديم إعادة ما يقرب 1200 دنم هذه الأرض التي نتجول بحرية الآن فيها وأيضا الغينة مخطط كانت معظم هذه الأراضي مخطط أن يكون فيها هناك مستوطنة كبيرة في هذه المنطقة تم إلغاء ذلك وبالتالي كنا بأن المقامة الشعبية بالإرادة بالتحدي بالصمود يمكن لها أن تحقق وإذا ما بالمقارنة أو إذا ما كنا أن بالعين هذه القرية الصغيرة التي أنجزت وحققت يمكن لها أن تنجز إذا ما كانت شاملة في كافة أنحاء الوطن بعد 12 عاما من المقاومة الشعبية التي يتخذها الفلسطينيون واحدا من السبل المتاحة لمقاومة أقدم احتلال في التاريخ يأتي تأكيد فلسطينية على الوقوف بوجه كل القرارات العنصرية الإسرائيلية التي تبيح أرض الفلسطينيين للاستيطان وتشرعنه من قرية بلعين غرب مدينة رمال المحتلة حافظ أبو صبرة رؤية